بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وأهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين في طريق جديد نسلكه سويا إلى الله سبحانه وتعالى ونتقرب فيه إلى الله ولا نبتغي إلا وجهه في هذه الوقفة سيكون لنا الكثير من التساؤلات عن الطرق الصوفية ماذا في الطرق الصوفية؟ ولماذا نحتاج إلى أن يكون لدينا عدد من الطرق؟ يقال إن في مصر ما يقترب من ثمانين طريقة فما أصل الطرق؟ وما حقيقة كل طريقة؟ وكذلك الكثير من التساؤلات والرغبة في الاستيضاحات حول حقيقة الطرق ما لها وما عليها وإذا كان النهج القويم يتجه إلى طريق الله عبر التصوف فما لنا في الطرق؟ وماذا نرغب من شيخ كل طريقة؟ حول هذا وذاك ذكر لنا في تأصيل الأمر بعد أن استعانى بالكتاب والسنة الإمام أبو القاسم الكشيري رحمه الله فقال لنا في الرسالة الكشيرية في باب كامل عن العبودية قال فيها ترك الاختيار فيما يبدو من الأقدار كما نقل عن سهل بن عبد الله قوله لا يصح التعبد لأحد حتى لا يكزع من أربعة أشياء من الجوع والعري والفقر والذل كما قال أيضا إن من علامات العبودية ترك التدبير وفي كثير من الأمور نقل الكثير والكثير لكن ما استوقفنا قول ذنون المصري العبودية أن تكون أنت عبده في كل حال كما أنه ربك في كل حال بين هذا وذاك نتوقف نذكر الله ونمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذكر ما لنا من صلة للرحم في آل بيته الكرام رضي الله عنهم ثم نتوقف بالتدبر والفهم ما لنا في الصوفية وفي التصوف وفي الطرق الصوفية في طريق جديد نسلكه إلى الله من مملكة الدراويش